فتقول بس السبتي جي من على أني قهوة السبتي هقولك لا هقولك السبتي كان أسهل دور عليها بالمناسبة طبعا هقولك ليه لأن أنا اسكندراني أصلا ومن المنطقة اللي المفروض كان في البداية إن إحنا كنا المسلسل بس نحن بعد كالا غير المنطقة يعني فأنا من المنطقة دي أصلا هي العتاولة دي موجودة في اسكندرية فعلا؟ لا هو الشيء بالضبط بس الأول كان إن إحنا طالقين في كرموز والورديان والحيطة دي فأنا دي منطقتي والسيوف وبسلمان هذه كلها منطقي فأنا الناس دي كان بالنسبة لي تمام فلوه أنتوا جايين عندنا بقى أهلا وسهلا ولكنة واللهجة بتاعتنا سهلة جدا أنا كنت بحس إنك يعني إيه سبتي بس فرد رعايتك كده واخد وضعك قوية هقولك ليه لسببين السبب الأول المخرج والبطل بتاع العمل أحمد خالد موسى وأحمد السقا ما سابوش حد عايز تعمل إيه؟ بجد اللي بيمثل مع أحمد السقا لو ما مسلش هيزعل بجد طبعا ما فيش حاجة كده ما فيش حد كده إيه اللي يميز يعني خليني إحنا بقى مشاهدين إيه اللي يخليني يميز اللي هو أحس إنه ليه كل النجوم مع أحمد السقا مش بيشكره فيه إرضاء ليه ولكن يبدو إنه الهات وخدمة أحمد السقا حلو اللي أنت عايزه بجد أنا حسيت في اللحظة أنا بمثل مع أحمد السقا إن أنا في المعهد أنا مش فاهم أنا مع نجوميته دي كلها أحمد السقا ده كان بيمشي في لبنان بتتقلب وفي نفس الوقت هو الراجل لما بيخش جوه قدام الكاميرا بينسى كل الاعتبارات وبيبقى ممثل زي وزيك ممثل إحنا الاتنين ممثلين في محل والله ما فيه أي اعتبار لأي شيء بينسى كل الاعتبارات طب قولي بصراحة إنت جملته في العتاولة لما قلتله إنت يعني أحمد السقا إنت أجدع من أحمد السقا طيب هقولك اللي حصل جيمه جاملة ولا ورق ولا بنختم المسلسل حالس هقولك اللي حصل هو المفروض أن المخرج قال لي أنا عايزك هنا تبالغ لأن أنا كنت ببالغ طول الوقت مع عيسى الوزان مع باسم صامرة طبعا فلما قلبت وبيت معاهم فقال أنا عايزك هنا تبالغ في فكرة أنت زي جدع كده فكان فيه هو مكتوب فأنا كتبته وكان يعني فرتجلته واتفقنا عليه خلاص مع المخرج وتمام السقا كان عارف كله كله كان عارف فمعادة الجملة بتاعت إنت أجدع من السقا فوأنا بقول نسيت اللي أنا كنت كتبه قلت له ده أنت جوكب جدعانة ده أنت مجرد جدعانة فهو ده أكمل بقى وقل له ده أنت أجدع واحد مش عارف إيه فأنا نسيت فبصت له فقلت له فقلت له ده أنت أجدع من أحمد السقا يا أخي فبس خلاص فبقى تريند بقى ومصر كلها تكلمت عنه والسقا سبحة يعني فيه فيديو موجود عندي حتى على الصفحة وهو بيتحك هو ضحك ومحد تصدق وأنا اضحكت وإحنا لتنين قادم يضحك هي جات كده إنه أصلا بيننا في الكواليس بنقول اللي تسقا كده يعني ده في الكواليسنا وتنتجدع من السقا يا أخي ده في الكواليسنا آه أنتوا بتهزروا مع بعض يعني ما بنهزر مع السقا مثلا يقول لك إيه يقول له ما تديني الإزازة دي مثلا فيقول له يا أمو مصحف انتجدع من أحمد السقا أيوه وفي الشارع المصري على فكرة فيه فيه 12 فترة ننتجدع من السقا هو جالي كده والسابتي يقوله على فكرة أيوه صح يعني السابتي شخصية السابتي شخصية السابتي تقول كده شخصية متغيرة يعني الأول بلطجي وضعيف وهبل واضحك عليه وبعدين قوي وبعدين طلع رجل يعني شادع وشهم فيه ثلاث مراحل في الشخصية مزبوط فبرده ده بالنسبة لك أعتقد زي ما بنتو بتقوله وماشى حلوة جدا يعني فقدرت تشتغل منها جدا همحاول أكلمك برضو بإيه بلغتك بلغة السابتي بكسوف أفكرة معاك يعني بس إحنا هنا مفيش أهاوي لا لا زي الفن لكن هو فعلا بصتي الورقة كان مكتوب قويس جدا الشخصية حلوة مغرية أنت تبقى عايز تعملها مع فريق عمل بقى السقا وطارق لطفي وبسم صمرة وزينة ومي وصلاة صلاح عبد الله بجد الناس كلها يعني يا رب كل الأعمال تبقى كده محدش متضايق كلهم نجوم وكله فرحان وكله سايب الفرصة للي جنبه وكلنا وذول سايبيننا وقفين بنشتغل مفيش أي حاجة واحمد خالد موسى مدور اللوكيشن حلو جدا طبعا وعلى فكرة المخر التاني كان ممكن يخاف يقول إيه لك دع من السقا دي هو في لحظة قلت له السبت يقولها السبت كسبتي يقولها على فكرة يقولها شخصيته شخصيته تقولها على فكرة بس ألقوا لها طب تعالا كده أنا هشوف أخريتك إيه مع الوزان هنا آآ تعالنا نروح للوزان طبعا لأنه الحقيقة يعني برضو حالة كده مختلفة ستاز كبير نشوف السبت يا هامل أعملت يا أبو أمني طيب ده أنا راجل بتاعك وده أنا سبت آآ ده ضرب جامد طبعا ده تمزيز طبعا يا أم بني علق المشهد ده يا أحمل مع اللي بحيزة المشهد ده كان من أهم المشاهد إيه؟ لقيت لشغل أنا قلت بالله العظيم ما هتنسادي أنت لسه شوفت حاجة ده أنا عبسودك آخر للبساط أكتل من كده الله يبسط قلبك رب أنا بخاف من الكلاب بجد على فكرة بتخاف من الكلاب بجد؟ بجد فهو باسم زويني في المشهد ده كتير قوي وهو وكان فيه كلب فعلا آآ 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 وباسم كان عارف أنك بتخاف من الكلاب طبعا باسم حبيبي آآ فهيلعبك بجد عكسني عكسني بجد جدا وده بيبقى حلو من ممثل لممثل عشان يطلق أحسن تنسين آآ آآ طبعا طبعا باسم السامرة عملاق أستاذ أستاذ مش ممكن مش ممكن انت كان يومك ممكن يبقى فيه مشهد باسم السامرة مشهد الاتنين العتاولة مظبوط طرق لطفي والساقة ده حاجة عظمة قوي طبعا 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 أنا بقولك أنا محزوز وبعدين تعال هنا انت عيشت في أحلى عيلة آآ يعني أحلى عيلة دينا ميمي جمال ودينا ميمي جمال انت تدلعت جميل طبعا طبعا وأستاذ ميمي جمال دي بقى يعني يا جماعة والله الست دي من أعظم الناس اللي قبلتهم في حياتي سنة خلوقة و جميلة و مؤدبة وبتاريخة ده كله تليها قاعدة في وسطنا عندها روح 16 سنة طبعا قمر وبتقبل و بتقوله ايه دي الجملة عندك يا شباب والله هلأقولها لكم مش بصراحة ست جميلة جدا 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 طب الجميل السنة دي خليني أقول في الدراما 20-24 انه في وجوه كتير لمعت طبعا يعني فيه نجوم طبعا احنا عارفين يعني عارفين قد ايه هم شالوا الأعمال دي ومسؤولية كبيرة لكن جنب ده بقى فيه حاجة حلوة في الدراما بتحصل مشاهد بتحسب ليكو يعني انت هنا مثلا ده مشهد انت هنا قدامك كمان السفرية دي سيف النصر طبعا يعني استاذة عظيمة جدا استاذة عظيمة والمشهد ده من المشاهد الحلوة قوية يعني بيبقى صعب وانت قدام فنان عطويل جامد ولا ده بيشحنك أكتر أنا بكما نفسي أنا بقى نفسي أفضل قدام مماثرين جامدين طول الوقت ممتحان متعة ممتحة ومتعة انت متأكد ان المماثر لم يبقى جامد اللي قدامك انت كمان هتبقى جامد وزي الفل أنا بحب طبعا ان ارقاف قدامه مسترين جامدين طبعا بس انت كنت حاسس ان انت كسبت لقليك وجود يعني استعملوك كتير قوي لأبطال كنت متخيل النجاح ده للشخصية بتاعتك دي بوسي برضو احنا كنا منصور الجزء يعني الفترة الأخيرة كنا منصور في بيروت فما كنتش حاسس الشارع أنا في لبنان بريطلع من القتيل على التصوير طبعا يوم 24 نمضان قلت ان لازم انزل وانا هناك في بيروت قلت ان اشتري شوية حاجات كده من الحاجات السوق يعني قلت ان المستلسل ناجح في لبنان بشكل غريب كان او مرنزل اصلا ناجح الناس مش يعني ما هو انت بقى لو كنت في مصر بس لو نزلت بس على اي قهوة فانا فهمت بقى وانا هناك ايه اللي حصل في مصر لما هو ناجح كده في بيروت طبعا فطبعا لا الناس بتقولك بينادوك باسمك في لبنان انا ماشي يا سبتي فالناس فاهمة وعارفة الشخصيات كويس جدا رجعت بقى اسكندرية لأهلك لناسك للورديان لطرموز اه طبعا ورأيهم ايه يعني الناس بحب المناطق الشعبية بتشوف الأداء الشعبي عامل ازاي لأ بس اسكندرية ناجح العطاولة في اسكندرية ناجح مختلف تماما مختلف تماما طبعا لأ انا مصدقتش اللي حصل الناس ليه بقى لان احنا احترمنا الاسكندرانية مطلعناش قولنا الكلام ايوه لا خالص احنا بنتكلم عادي جدا هو طلعت نزلت لأ حاجات العطية اللي الحد النهاردة احنا بسامحن لكم بيها بالزبط اللي هو الاسكندرانية فالاسكندرية شربت انت شربت حاجة شربت الميا شربت اه فهما كانوا فرحانين قوي ان احنا ما عملناش الحاجات المبالغ فيها خلاص عادي بالزبط الاسكندرانية عادي فالنجاح بتاع العطاولة في اسكندرية بجد مختلف اختلاف غير طبيعي بس